اهلا بكم في فيديو جزاء على القناة وعيد سعيد عليكم وكل سنة انتو طيبين وطبعا ما تنسوش تدعو الاهلين في فلسطين فيديو النهاردة عن سماعة فان تيك فيب ام ايتش 85 نبدأ بالانبوكسنج هلاقي الباكت جي فيها السماعة والمانول وشهادة الضمان وكونفيرت للأوديو والمايك هنا ديتشبل يعني تقدر تفك وتركبه من جسم السماعة السماعة بتيجي بدرايفر حجمه 50 ميلي والايرر كابس بتاع السماعة تعتبر مريحة وفي هنا برضو بادز عشان الراس السماعة تعتبر مريحة طبعا لكن مع الاستخدام لمدة بتحرر في هنا مفصلتين عشان يطولوا السماعة ده كده السماعة طبعا مناسبة لحد وشه عريض ومناسبة لحد وشه رفيع في هنا المفصلة دي عشان السماعة تاخد شكل الراس بشكل ايرجنوك الفريم بتاع السماعة يعتبر فليكسبول وبتيجي بكيبل بريدت طوله اتنين متر وبيكون فيه هنا بيكون فيه ميوت للمايك وبتيجي بإضاءة لونها احمر ثابت عليها سماعة تعتبر من فئة ودي من ضمن مميزات السماعة يعني مع الاستخدام انت هتحس ان السماعة وزنها خفيف مفيش حاجة ضغطة على رأسك او حاجة زي كده والمايك بتاع السماعة صوت واضح ونقي لكن من ضمن العيوب ان خامة المايك بتاعت السماعة مش احسن حاجة الخامة بتاعته مش حلوة خالص يعني ده مع التاني ومع الاستخدام كتير ممكن يبوص فانت ممكن تتجنب وجهة بالعيب ده ان انت تشيل المايك وقت ما بتكون ما بتستخدمش المايك او ان انت تعمل ميوت للمايك بدل ما كل شوية وقت اتنية ودي تجربة بسوت المايك دي تجربة بسوت المايك الصوت انا من غير اي تعديلات يعني انا مش عامل عيه اي تعديلات خلص ده صوت المايك كده عادي الصوت طبعا واضح بالنسبة لكم وانت طبعا عشان تقدر تميز صوت منيك اكتر ممكن تستخدم سماعة 10 فريو ونتبتفرج على الجزء ده من الفيديو سماعة صوته واضح ونقي وتقدر طبعا تميز صوت الخطوات والحركة في الالعاب بسهولة لكن طبعا مزاي السماعات المحتاجة سهر السماعة 500 جنيه وحسيب لكم الانكات في الديسكريبشن ولو ما لقيتش نفس المدل ده عندك الفانتك مح 87 والمح 86 الفرق بس في المايك والتصميم وطبعا احسنهم كتصميم وكمايك الامح 82 حاولت ادور عليها يعني ان شاء الله تلاقيها ودي اللي هعمل عليها مراجع في الفيديو الجاي ولو واجبك محتاج القناة ما تنساش تعملي سبسكرايب ولو حابي اني راجع اي منتج ما تنساش تكتابلي في الكومنتس وعيد سعيد علينا وعليكم وكل سنة وانتو طيبين اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام